سجلت أسعار النفط برينت اليوم انخفاضاً بنسبة 6% ليصل إلى 26 دولار أو 27 دولار تقريباً للبرميل في حين تراجع سعر برميل النفط الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 22 عاماً ووصل إلى 11 دولار في ظل إغراق السوق وتأثره بغياب طلب ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وفي حين ظهرت أو أظهرت النشر الاسترشادية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية انخفاض معدل أسعار نفط برينت إلى 19 دولار و 40 سنت للبرميل خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان وبنسبة 18% مقارنة بالأسبوع الثالث من ذات الشهر كما أظهرت النشرة انخفاض معدل أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة 10.4% للبنزين أوكتان 90 وبنسبة 8.2% للبنزين أوكتان 95 مع انخفاض سعر الديزل بنسبة 14.9% إضافة إلى انخفاض سعر الكاز بنسبة 8.3% مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي مقارنة بالأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي